ثانية للمؤتمر الافريقي للمؤسسات النشئة سينظم بدايتان من الغد بالجزائر ولتفاصيل كثارا عن هذا الملتقى أو المؤتمر في طبعته الثانية نسعد باستضافة سيد أحمد مير رئيس اللجنة الوطنية للابتكار وريادة العمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيد مير ماساء الخير و أهلا بك ماساء الخير شكرا على الدعوة الكريمة شكرا للبيت الدعوة في البداية كما شرنا إليها ربما ممكن تفاصيل أكثر حول هذه التظاهرة وما الجديد في هذه الطبعة باسم عمر رحيم شكرا لكم كما تعلمون فإن الجزائر اليوم أصبحت قبلة للشركات الناشئة سواء الوطنية وحتى الإفريقية وبعض الشركات حتى العربية التي اليوم أصبحت السوق الجزائري يستقطبها للاستثمار هنا و لتوسيع أسواقها طبيعة الحال المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة في طبعته الثانية منظم من قبل وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة ينتظر أن يحقق الأهداف المرجوة في توضيح الصورة أكثر و إزالة بعض الضبابية حول النظام البيئي الريادي الجزائري الذي أصبح اليوم ينافس الأنظمة البيئية الريادية للدول الإفريقية و الدول العربية و احتى بعض الدول الإقليمية فالإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية في هذا الخصوص أصبحنا اليوم نرى الثمار التي نجنيها من خلال أن هناك العديد من الشركات من الشباب الجزائري من الطلبة الجزائريين كذلك الذين اليوم أنشأوا شركاتهم الناشئة و كذلك منهم عدد كبير من هو مقبل على إنشاء شركاته الناشئة هذا المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة ينتظر منه كذلك أن يخلق احتكاك بين الشركات الناشئة الجزائرية و نظيرتها الإفريقية في كذلك باحتكاكين بين أصحاب القرار في القرى السمراء من وزراء و من ثوائل لهم القدرة على تهيئة الظروف المناسبة لتنمية هذا القطاع المهم قطاع الشركات الناشئة الإفريقية ننتظر أن تكون هذه الطبعة مميزة كسابقتها بل و ننتظر منها أكثر خاصة في إبراز الطاقات الشبابية الجزائرية في مجال الإبتكار في مجال المشاريع المبتكرة في مجال الشركات الناشئة في مجال الإقبال نحو ريادة الأعمال بصفة عامة و لملا خلق شراكات بين الشركات الناشئة الجزائرية و نظيرتها الإفريقية نعم لما نتحدث عن قتل أنكم تنتظرون الكثير من هذه الطبعة بالنسبة لحاملية المشاريع الجديدة يعني كيف يمكن لمثل هكذا حدثا يساهم أو يساعد حاملية هذه المشاريع و أصحاب المؤسسة الناشئة نعم كما تعلمون فإن حاملية المشاريع المبتكرة خاصة من الطلبة الجميعيين الذين هم مدعوون إلى حضور هذا الحدث الإفريقي طبيعة الحال هؤلاء الطلبة تنقصهم نوع من الخبرة تنقصهم كذلك بعض النظرة الإقليمية حول أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم المبتكرة و هذا المؤتمر مؤتمر الشركات الإفريقية سيتيح لهم هذه الفرص حتى يحتكوا بشركات الناشئة الإفريقية يحتكوا كذلك بأصحاب رؤوس الأموال المخاطرة الذين منتظر حضورهم كذلك في هذا الحدث كذلك للإطلاع على الأسواق الإفريقية و ما يمكن أن تقدمه من عروض لهذه الشركات الطلابية الشركات الناشئة التي تخرجت من الجامعة الجزائرية ينتظر أنهم يتعرفون على السوق الإفريقية و كما تعلمون أن الجزائر اليوم تتوجه نحو البعد الإفريقي بعدها الإقليمي و هذا ليس فقط بالجديد بل يجب على الجزائر كذلك أن تقتحم السوق الإفريقية ليس في السلع الكلاسيكية المعتادة فقط بل يجب أن تقتحم السوق الإفريقي في المنتجات التكنولوجية المنتجات المبتكرة نعم أي دورنا اليوم للمؤسسة الناشئة في تنمية الاقتصادية المحلزة؟ كما هو في مختلف دول العالم فكما تعلمون الشركات التكنولوجية الشركات الناشئة تتحكم في كل ما له علاقة بالتكنولوجية المتقدمة كل ما له علاقة بالرقمنة كل ما له علاقة بالبيو تكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وبالتالي دورها فعال وأساسي في التنمية الاقتصادية لا يمكن تخيل النهضة الاقتصادية المأمولة خاصة في دخولنا إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة دون التركيز على الشركات الناشئة هذه الشركات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة في العالم وبالتالي ينتظر من الشاب الجزائري سواء كان طالب جامعي أو غير ذلك أن يقتحم هذا المجال مجال إنشاء الشركات الناشئة حتى يساهم في التنمية وكذلك يساهم في ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة في الجزائر هذا الاقتصاد الذي يعتبر أنه اقتصاد لا مادي يتميز بأنه اقتصاد لا مادي وهو اليوم في إطار التأسيس في الجزائر هناك تشريعات قانونية هناك عناصر للنظام البيئة الريدي قد أسست على مستوى الاقتصاد الجزائري ينتظر تفعيلها وبالطبيعة الحال الشاب الجزائري حامل الفكرة المبتكرة صاحب الشركة الناشئة هو من يكون الفاعل الرئيسي في هذا النوع من الاقتصاد اقتصاد المعرفة نعم تحدثت سيدي الكريم عن دورة المؤسسة الناشئة في إفريقيا يعني لما نتحدث عن مساهمتها في التنمية الاقتصادية بالنسبة للقارة الافريقية كيف يمكن اليوم تحقيق ذلك خاصة في ظل توجه الجزائر اقتصاديا نحو العمق الافريقي نعم قبل الإجابة عن هذا السؤال وتوجه الجزائر نحو العمق الافريقي دعينا نقول أن الجزائر اليوم أصبحت خلال الأربع سنوات هالأخيرة أصبحت تعتلي مراتب أولى في القارة الصمراء من حيث إنشاء الشركات الناشئة كذلك أصبح النظام البيئة الرياضي الجزائري ينافس نظيرته في مختلف الدول الافريقية ومن هذا المنطلق ومن منطلق كذلك البعد الافريقي للجزائر والامتداد الافريقي للجزائر وباعتبار كذلك السوق الافريقي سوق محفزة كذلك لإنشاء شركات ناشئة وأسواقها تمكن الشركات الناشئة من اقتحام هذا السوق الافريقي إذن الشركة الناشئة الجزائر اليوم أمامها فرص عديدة للاستثمار أولا في الجزائر ثانيا بتمديد أسواقها إلى عمقها الافريقي إلى مختلف الدول الافريقية اليوم الدول الافريقية تفتحت أكثر وأنظمتها البيئية تساعد الشركات الناشئة الجزائرية لإقتحام هذه الأسواق ولتوسيع حصص أسواقها في السوق الافريقية إذن المجال مفتوح للشباب الجزائري لإقتحام مختلف المجالات سواء في البيوتيكنولوجيا سواء في التكنولوجيا الدقيقة سواء في كذلك في صناعات ما يسمى بالمكملات الغذائية والصناعات الأدوية إذن هي مجالات عدة في متناول الشباب الجزائري في متناول الشركات الناشئة الجزائرية لتمدد أكثر فأكثر في العمق الافريقي نعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارت تحويل مذاكرة تخرج إلى مشاريع اقتصادية مربحة اليوم وبعد سنة من اتخاذ هذا القرار ما تقييمكم سنة بعد اتخاذ هذا القرار نعم إذن القرار الوزاري 1275 المتضمن شهادة جامعية مؤسسة ناشئة شهادة جامعية براءة اختراع قد باشرنا فيه منذ أكثر من سنة واليوم بعون الله أصبحنا نجني ثمارة هذا التوجه الجديد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فكما تعلمون في السابق كانت هناك ما يسمى بمذكرات التخرج وأغلب هذه المذكرات توضع في أرفاف المكتبات ولا يستفيد منها لا الطالب ولا الباحث ولا الجامعة ولا الاقتصاد الوطني ولا حتى المجتمع وبالتالي نظرة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا القصوص هو تحويل هذه المذكرات إلى مشاريع لشركات ناشئة شركات مصغرة وكذلك إلى طلبات براءة اختراع إذن لو نعود إلى المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة سنجد أن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة المشاركة في هذا المؤتمر والمشاريع المبتكرة المشاركة في هذا المؤتمر هي مشاريع لطلبة كانوا انخرطوا منذ أكثر من سنة في القرار شهادة مؤسسة ناشئة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا التوجه الجديد للقطاع بدأ يجني الثمار ضف إلى ذلك أن تقييمنا لهذا القرار لدينا اليوم أكثر من 300 مشروع حاز على وسم الله بالمشروع يعني أن اللجنة الوطنية لمنح الوسم قد أقرت بابتكارية هذا المشروع وكذلك بالجدواء التجارية لهذه المشاريع ويمكن في غضون أشهر قليلة أن يتحول هذا المشروع المبتكر حوالي أكثر من 300 مشروع يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة تساهم في التنمية المحلية والتنمية الوطنية نضيف إلى ذلك من بين النقاط الأساسية لهذا القرار أننا ولأول مرة منذ الاستقلال أن قطاع التعليم العالي في غضون سنة واحدة يودع أكثر من 1063 طلب براءة اختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للميكية الصناعية كل هذه البراءات اختراع يمكن أن تتحول إلى فائدة الاقتصاد الوطني عن طريق ما يسمى بالنقل التكنولوجي والنقل المعرفي من الجامعة إلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي نضيف إلى ذلك أننا وفرنا ومن خلال هذا القرار الوزاري وفرنا للطلبة المرافقة من خلال إنشاء 98 حاضنة أعمال من خلال إنشاء كذلك 94 مركز تطوير المقاولاتية كذلك 71 مركز دعم تكنولوجي وابتكار كل هذه الواجهات هي في خدمة الطالب الجامعي وترافقه من أجل إنشاء شركته الناشئة أو شركته المصغر سيد أحمد بير شكرا لك على هذه التفاصيل وشكرا لتلبية الدعوة شكرا لكم العفو إذن مشاهدين أفصل ونعود استكمال بقية هذا المواحد